هنروح لكرة الطائرة سيدات كان عندهم مباراة مهمة أول مبارح مع أصحاب الجياد والحمد لله استطاعنا أن هم يفوزوا بنتيجة 3-0 المباراة لعبت على صالة المركز الإلومبي في أسكندرية المباراة الحقيقة كانت مهمة ليه؟ لأنه كان يعني أنت عارفين سكواد كبير الفرقة محتاجة هارموني لعيبة كتير لعيبة جت في محترفين جداد فدي أهمية المباراة أنت محتاج جو المباراة بشكل كبير عشان اللاعبات تخش في مود المطشاط فرقتنا كده بفضل الله حققت أربع فوز متتالي على الظهور والاتحادة سكندرية 6 أكتوبر وأخيرا مع أصحاب الجياد جمهور نادي الأهل الحقيقة راح الصالة المباراة وكان بيدعم فرقته بشكل كبير والملاحظ أن الجمهور الحقيقة يعني هتف لكابتن الفريق نهلة سامح بشكل كبير لأن طبعا نهلة من اللاعبات حقيقة اللي هي كدوة في كل شيء الحقيقة يعني نهلة سامح كابتن الفريق قدوة خلقيا قدوة فنية كل ما تستطيع كل ما يتمنى مدرب في لاعب أو لعبة هتلاقي في نهلة سامح فطبعا جمهور النادي الأهل جمهور ضواقة بيفهم بيعرف اللاعب بيفهمه فكان دا مبارح يعني نداء وهتفات جمهور النادي الأهل لنهلة سامح كانت في محلها طبعا مع كل الاحترام أكيد لكل اللاعبات وكلهم أكيد يعني يستحقوا الدعم ولكن نهلة أكبرهم سنا وهي كابتن الفريق رمز الفريق من اللاعبات فهتاف الجمهور لنهلة سامح هو الحقيقة في الواقع هتاف لكل الفريق طيب الماتش بتاع الزمالك اللي كان في الجولة التانية ويتأجل هيتلاعب يوم 5 ديسمبر 5 ديسمبر اللي جاي هنغمض ونفتح لأ اليوم دا جاي طيب المبارحة تكون فين المبارحة تكون في مقار النادي الأهل بالجزيرة غالبا أتوقع أنها تكون في صالة الأمير عبدالله الفصل عشان ظروف البث حقيقة البث من صالة الشهداء بيكون صعب لأنه وضع الكاميرات السلام لجير جمهور لجير المدرجات فبقى وضع الكاميرات صعب ولكن أتصور أنها تتنقل في صالة الأمير عبدالله الفصل هتبقى المباراة هنا كل الدعم طبعا لهذا الفريق وطبعا مباراتنا مع نادي الزمالك هتبقى مرة مهمة بعد طبعا موسم الانتقالات اللي حصل والعيبة راحت والعيبة جت ولكن نادي الأهل مصر أنه يفرض سيطرته مصر أنه طبعا فنيا أصد طبعا أن أنت راجل فنيا أو فرقتنا فنيا هي الأقدر بالفوز إن شاء الله ده هيتترجم في الملعب نفس الكلام ونفس الصالة شهدت فريق كرة اليد سيدات الأهل والزمالك ولت لعبت عصات أمير عبدالله الفصل وشهدت طبعا تفوق كاسح للنادي الأهل كانت برضو مفاجأة للجميع لأنه طبعا كان حصل النادي المنافس كان بنا الفريق بشكل جيد وكان فيه توقعات أخرى ولكن بناتنا بنات النادي الأهل الكرة اليد دفرتوا كلمتهم وتمنى إن شاء الله إنه فريق الطائرة سيدات إن شاء الله يفرد كلمته الفنية في أرض الملعب في هذه المباراة المباراة اللي جاية بقى مع مين مع نادي ودي دجلة ده بالنسبة لسيدات كرة الطائرة نتمنى كل التوفيق لكابت الحمد الصافي والجهاز الفني المعاون وكل اللاعبات إن شاء الله وربنا يحفظهم من الإصابات هنروح للأخبار المحلية كده احنا خلصنا ده لسه نعاسب ده لسه الجنباز خبر